نفسه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا بضل له ومن يذلده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفاف الله شهدًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهدد ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مليل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مليل رب شوحي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الله Filjassir Sherab شكرا باقي عشان Nak عشان شكرا ل Разوم ب Sa حل عشان ق تعني جمع ومع رهاني مقابل بعمل مدر المواد المترجمات من أفضل جميعاً إنه مقابل من مدر المستقبل مقابل من سيارة المترجمات أمام خلال اونا قليلاً ليس للمزيد المترجمات والتحديد والتحديد والأيقال بالنسبة للمستقبل فهي في هذا المستقبل إنه انه يتحدث المترجم للقناة إذا كان يتحدث بها تعالى لأنه ستحقاً بها اعلمت هذا المنزل لأنه ستحقاً على الفلسف لأنه ستحقاً تقول أن من الأسفاد السينية فهو الوصف ذات ستحقاً عبر مونكي فلنصف، أنه يقول أن من الأسفادس أنه يكون الإمعابة الأبطار أولاً مرة أخرى مرة أخرى ثم فهي يتحرك أرواه ويأتونه من أجل المثال ومن أجل المثال من المثال المثال وهي قد يقول أن الأنبارات من هذه الأرض لا تقلق لنا إنها تقلق لنا أفضل لنا فقط بالنسبة لنا الشيخصي السنشيخصي محلط الشيخصي السنشيخصي منطقة المتحدة 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 الشيخصي هذه هي ليست مع الأرض من أمام الهاتف تخطير البعض هناك الحال الهاتف يتخطي الأمام الهاتف الشيط المباردة لا يهما الهاتف انتظار الهاتف لما يهما لا يهما بالإضافة الهاتف لكن كم ممله يستمر بالمباردة لازمها أبدا يبدأ بأيضا الأخير والسنبع في التقصير الأخير على الأخير يسيقل محلول للهراء لأن كل سنبع يشعر من مختلف مع الأشياء وخشي محشي 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 هذا هو محشي بأخير كل سنبع هل يقول هذا هو فيدي هذا هو فيدي اللي 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 إنطلاب ألم يشكل ، لم يشكل أي أشياء من حيث يجعل بعض الإجابة من هذا الوطفال من النبي بحجة جميع منه وغير أي جميع المواصف ثم يكون لديه أكبر انقار نحن لأن من الجميع تسمى إنه داخل حياته في حياته لا تنزل was a means to take his worship. He did not have to work for livelihood, for eating, for his food and the planet, the place with less sunshine, we say human being were born at a place with less sunshine and that is amazing in the same word Allah reb дев Mit هذيوه القرآن انسولة طهر ألأسي ذات يأكلنا يا آدم ووقا آدم وقا آدم وقا آدم ستاك في جنة وقا آدم ستاك في جنة وقا آدم ستاك في جنة فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمو فيها ولا تبحى وقا آدم ستاك في جنة لقد قلت بحاجة هناك لها لا تفترضك لها لا تفترضك لها لا تفترضك ألأ خطش لا تبترضك والأسيار ألأ خطش ألأ خطش ذاتك لا تبترضك لها من الجنة ولا تعود قال وَعِذْا وأُعِرَهِ Oh science proves that human beings are on a temporary abode here there are so many ayah of媽 And we said to Trump stay here And leave this Jannah Go down from Jannah to earth but some of you will be the enemy of others and then Allah is going to say that قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ you are on this earth by a temporary abort تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهُمْ مِنْهَا تُخْرَجُونَ and we all know the hadith of the Prophet he said that that human beings are like travelers تَحْيَوْن فِي الْدُنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيرُ اَوْ عَابِرُ السَّبِيرُ stay in this world as you are traveler you are traveling this is a test place this world the reality of this earth is we are being tested and this is the same reality Dr. Alice Silver he proved he said that we are we have and amazingly this person is atheist he does not believe in Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَهُ whatever he says he said after his finding based on scientific research he said that we have been placed on earth as a test so until we behave ourselves and he said the same word our Prophet ﷺ used 14 centuries ago he said that it appears that human beings are on earth as a punishment in a prison like place and he proved that if you look at the planets if you look at our continents all continents are surrounded by oceans our oceans so we are surrounded we cannot go away we cannot escape from these continents so Nabi ﷺ used the same word he said that المومن في الدنيا في السجن that مومن في الدنيا في الدنيا سجن المومن وَجَلَّتُ الْكَافِدُ هذه الدنيا هي تبعائها للهواء تم تحصلت شخصا فإن أمود أننا جائدة الله سبحانه وتعالى سبعه فلسدنا أمودنا؟ آدم ملادون كانوا أبداً على الأرض آدم وحوو أننا قد يكون هدفناً المفترضي أمودنا هذه الدنيا جانعاً لدينا حلاتي المنزل باورده باورده لاحقاً لدينا دائما دائما أبيعاً لدينا علينا أن نذهب لدينا ايضا هي الحبارة ما قال من المنزل كأن يكن أنت بسرعة من هذه البرناس ويقعدتهم باوردنا وهذه الحبارة ايضاً لأن يعني لكرة على الأسبوع المنزل أنه ليس انجم الوظائف الحقسة أنه يحتاج لجميع المحافظة كل الهيائي من تجربة لأبدا من أطلاق لن تأمل الاغربات مدى أنه لقم الوظائف فقط لأبد لأبد المحافظة أنها مجدنا مجدد من إنك الجنة فهي جميلة هذا المنطقة لقد كانوا كبيرة وإنال حياء وعاء الله الحديث وحيد شعري لن يتعلمون نفسه وأمد العديد منні قلتي فقط الان العديد يتعلمون شوائري بالترونية صورة واحدة وخاطر من الجنب وخاطرين من المنطقة لذلك سبب نفسه بذلك لأنه سنجد نفسه بذلك واحدة وخاطرين من الدوتة ولماذا بذلك فقط لذلك سنجدنا هل نسأل بذلك الإنسان؟ كيف تنسأل بذلك الله سبحانه وتعالى إذا كان لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيه رسولة من أنفسهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم بالكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي قلال مبين ويقصد الله سنتونة النافة بَهِمَا يَعْتِيَنَّكُم مِّنْ مِي فُدَاءً إِفْتَيَنْهَا تُلْ يَعْتِيَنَّكُم مِّي فَمَنْ تَبِعَ حُدَاءً اَوْلَا خَوْفُّناَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِحْهُولُ بِفَالَوْا معِي علَاةً إذِهِنَّنْهَا يَعْتِيَنَّكُم مِّي مِّي يَعْتِيَنْكُم مِّي فَدَاءً so guidance is from allah subhanahu wa ta'ala and this is islam this is quran this guidance is in the form of our beloved prophet muhammad this is the guidance then jafar radiallahu wa ta'ala in the court of shahid najashi the king of abyssinia he said that all kings we were ignorant people we used to worship idols we used to eat haram we used to misbehave other people we used to miscreate our neighbors we used to do haram commit haram things where the powerful among us used to kill the weaker people until allah subhanahu wa ta'ala sent him beloved prophet and he taught us what is lawful what is unlawful so this is our deen this deen is ni'mah allah bring us from darkness to life through this deen allahu waliyyul ladhin amanu yukhriluhum min al-zulumati ilal-nur the zulma are kufar min al-zuluma ilal-nur towards light and light is iman allah has given us iman we must be thankful to allah subhanahu wa ta'ala for this great bounty and favor this ni'mah that allah subhanahu wa ta'ala has sent down his prophet his great book and this is the thing that we must speak to if somebody wants to get the true answer of this creation so quran gives us the answer the sunnah of our prophet says that gives us the true answer that we are being tested every human being is being tested in this world if you are parents you are being tested if you are children you are being tested if you are husband or white you are being tested if you are wealthy or rich person you are being tested if you are poor you are being every human being is being tested here and this is our purpose and if we are being tested it means there is a day of judgment when we will be the question about our deal about our action whether we fail or succeed whether we fail or succeed or that is the yawm al-tawamun as discussed before on that day some people they would succeed and some they would blue Allah said the successful are those who would be saved from hellfire and who enter to paradise they are the successful one and this is the purpose of our life and my dear brother in order to get that that higher place here we have to spend our life according to some rules some commandment and these commandments we learn from quran and sunnah and these are the commandments about our duties about our responsibility and about our rights first our duties come normally people they talk about their rights i have this right i have this right of course you have the right but why do you forget about your responsibilities if you are husband why do you forget about your responsibilities if you are a parent if you are wife if you are children why do you forget about your duties and responsibilities as well so duties come first if you perform your duties you you are eligible to that higher place if you fail that is the my dear brother especially your duties towards allah subhanahu wa ta'ala and your duty to other human beings other human beings even if we have slapped someone without any reason you will be questioned on the day of judgment if you miss your prayer your salah you will be questioned the first question on the day of judgment about your prayer so this is the test if you eat haram whatever the fatwa you get from so-called scholars that would lead to hellfire nabi is saying that a person who eats some haram and he's nourished on haram that part of body deserves hellfire whatsoever the fatwa you get from people so here the first response will be my dear brother to know about our beauty the purpose of our creation what allah subhanahu wa ta'ala what are my duties towards allah subhanahu wa ta'ala the first and the foremost duty toward allah subhanahu wa ta'ala to know about his oneness to know about his tawhis and to worship him alone without associating any partner with allah subhanahu wa ta'ala without calling anyone else for help except allah subhanahu wa ta'ala if someone he still believes that so and so person can help me he listens to my dua he answers to my dua so he has forgotten his duties this is the first hack of allah every prophet when he went to his nation the first message he delivered that means this was the first message this was the first message when our beloved he rolled on the mountain as safa what was the first word he uttered oh my nation say there is no deity there is no worthy of worship except allah subhanahu wa ta'ala and then my dear brother duty toward allah with five daily prayers especially for our children our youngster they must know this duty these were two weeks for holidays and i saw very few youngster coming to much for five daily prayers very few youngster there were others they had no schooling they had no excuses why they missed for your salah why they missed so this is the first question on the day of government so when you have reached eight years old eight years age so now salah become obligatory upon you even your parents they make you up or not it is your duty you will be questioned you cannot say oh allah my parents did not make me up you are responsible so the first question on the day of government will be regarding your salah so still there are three four days to start school to start school so we our i request my youngster teenager get used to offer salah in congregation in masjid if you walk to masjid if you can walk to other places you can walk to masjid as well if you walk to masjid your reward will be multiplied with every step that you take toward masjid you will get the highest reward so then other duties and then the second kind of responsibility towards other human beings the first duty among the duties towards human beings is towards your parents you are not allowed to misbehave to show to say some bad word allah subhanahu alaihi wa sallam in detail in surah israeli so i request my youngster to spend some time to learn quran and learn that teaching the message of translation of quran every day if you read just one ayah just one ayah or two ayah with translation with explanation within one year inshallah you will learn a huge part of quran ponder on the quran ponder what the meaning of quran learn to know about your duties about your responsibilities if you fail to know about your duty you fail to perform the duty you will have no you will have no excuse on the day of judgment and then my dear brother allah subhanahu alaihi sallam to purify us the task of purification is given by our quran ponder sallam the best purification all that is that is dangerous for mankind have been prohibited in our beautiful deeds whatever are the good things have been prohibited by our prophets have been allowed permissible whatever are the dangerous things everybody knows that alcohol is dangerous our deeds it does not say to the haram everybody knows that interest is a plan for economy for society this is not just haram this is raising war making war against allah subhanahu wa ta'ala and his beloved prophets this mother society developed by our beautiful thing that when he says that كُنْتُ لَا عُبَانِيْ أَيَّ كُمْ بَيَعَسْ I had nobody with whom I used to deal because I, every person in Islamic State was trustworthy if I am dealing with a Muslim his deen prohibits him from committing haram from cheating, from gambling or from cheating me and if he was an Islamic Christian or Jew his king and the ruler they would protect me from his harms this was Islamic society and if you know, there was a Lord McCauley Lord McCauley was a British parliamentarian he visited India about two centuries ago when there were Muslim rulers and when he came back he delivered a historic speech to the British parliament in 1835 2nd February in 1835 and during his speech he said some historic words he says that I have travelled to India every across the India every corner, every branch of India I never saw a beggar in that country that was Islamic country two centuries ago he said I never saw a person begging I never saw a thief in India the people have the highest kind of moral values and who gave these moral values I am with the lovely Prophet I am with the Lord I am with the Lord I am with the Lord he said that He sent me for the purpose of perfection moral values to perfect moral values so these are the moral values we learned from our Prophet سبحانه وتعالى سندگی کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں جہاں قرآن بتاتا ہے نبیل اسلام کی سندگی ہے وہاں آج کے سائنس دانے روڑی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ بھی یہ بات کہنے تظلیر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ انسان اس دنیا کا واشیدہ نہیں ہے یہاں پیدا نہیں کیا گیا تھا کیونکہ جو مخلوقات یہاں کی ہیں اس دنیا کا نظام یہاں محول ان کے لئے خطرناک نہیں ہمارا لئے خطرناک ہے بڑی تفسیر کے ساتھ گفر ایلیس سیلور نے تفسیر لکھا کہ یہاں انسان کی کوئی چین بھی انسان کی باڈی کا سوٹ نہیں کرتی ساری یہاں کی مخلوقات تازہ خوراک کھاتی ہیں نیچرل فور کھاتی ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہمیں انہیں کوک کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کئی حب نستمار کرنی پڑتی ہیں اسی طرح گوشت ہم نہیں کھا سکتے اس کو پکانا پڑتا ہے یہاں کی گریوری خطرناک ہے یہاں کا سنشن خطرناک ہے دھو خطرناک ہے اس نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بیماریوں سے پاک ہو بچہ اس نے کہا میں سائنس چھوڑ دوں گا اگر ایک شخص دکھا تو جو ہر طرح کی بیماری سے بچہ ہوا ہو کوئی نہیں لیکن جانور ان کو اسپیو مارک کبھی نہیں سنا ان کو کینسل ہوں گیا ان کو سیزنل بیماریاں لگتی ہیں لیکن ایسے بیماریاں لگتی ہیں لیکن انسان کو درپیش ہوتی ہیں تو یہ انسانیت کا مقصد ہے اللہ یہاں دے جائے ہمیں جنت سے ہوتارا گیا تھا اس نے خود کہا کہ انسان جہاں پیدا کیا گیا بڑی پور تعیوز زندگی تھی اور وہ جنت کی زندگی ہے لا يمسلهم فیہا نصر جہاں کوئی ثقامت نہیں جہاں کوئی پریشانی نہیں لا خوفن علیہم ولاہم يحزنون یہاں ساری پریشانیاں وہاں کوئی پریشانی کوئی غب نہیں ہوگا کل حقاوت نہیں ہوگی وہاں کوئی دھوک نہیں ہے وہاں کوئی دھوک نہیں ہوگی پیاس نہیں ہوگی یہ ساری تقلیفیں دنیا کی ہیں اس یہ ہمیشہ انسان کو اپنے عبدی دھر کی فکر کرنی چاہئے جو غصے محروم ہو گیا سب سے بڑا خسارے والا شخص ہے یہ عارضی سنائے ہیں یہاں ہم ایک راہ دے کر چلے والے مسافر کی طرح ہیں جو اپنی منزل کی جسکدو میں نکلا ہوا ہے اور وہ منزل ہماری جندت ہے اگر یہاں ہم نے اپنے مقصد کو فراموش کر دیا سمجھے اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں اور مقصد کیا ہے یہاں اللہ نے بھیجا اپنی عبادت کے لئے یہ بڑی بڑی ڈگری لے لینا اچھی جواب کی فکر کرنا یہ دنیا کی زندگی روزارنے کا حصہ تو ہو سکتا ہے مقصد نہیں ہے یہ ایم آف لائف نہیں ہے ایم آف لائف وہ جنت کا حصول ہے اللہ کی رحمتوں کا حصول اللہ کی رضا مندی کا حصول اللہ کی خشنودی کا حصول ہے اور جس نے وہ مقصد فراموش کر کے اس سے بڑا کوئی ناکام شخص نہیں ہے اور وہ کیسے علوم ہوتے ہیں قرآن سے سنت سے دین یہ ہمارا دین ہے یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو کیا جا سکتا ہے یہ دین سکھاتا ہے جنت کیسے حاصل کی جا سکتا ہے یہ دین سکھاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تکھوں غموں سے کیسے انسان بڑھ سکتا ہے اور یہ دین سکھاتا ہے کہ جنت کیسے مل سکتی ہیں اور جہنم میں لوگتوں کا گرائی دے کہیں ہمیں دین سکھاتا ہے جنہوں دین نہ سکھیں جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ قرآن بڑھ سکے ہمارے بھائی ہماری بہن سب کچھ پڑھ جاتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھنے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے زندگیاں گزرگی ہیں قرآن کبھی ترمہ پڑھتے دیکھنا بھی دوارا ہی کیا میرے بھائیو اللہ آتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم جلے گے پھر کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْفِرْ مَا كُنَّا فِرْ اسْخَابِسَا کاش دنیا میں ہم سندے دین کاش ہم غور و فکر کرتے تو آج جہنم میں نہ جبتے اس دن کی حسن بتنے کا آج بڑا وقت ہے اللہ تعالیٰ عنہ طرح کی پرشاہ محفوظ ہماری آج رہا بھائیو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة